اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي الحديث ما زال يعني على مستويات الشعبية كلها في العراق عن زيادة سعر الدولار مقارنة بسعر الدينار العراقي يعني اخر احصائية التي لدي وانا اتحدث في هذا البرنامج انه سعر الدينار العراقي يعني السعر وصل الى 163 كل دولار يسعر الى 163 دينار عراقي فالقضية كبيرة جدا يعني الوضع لا يحتمل حديث لانه لسبب بسيط ان العراق ونقولها دائما ان العراق ليس بلد منتجا ما عاد بلد منتجا منه 2003 اللي حدا عن عشرين سنة بلد مستورد يعيش من ما يستورده يأكل ويلبس ويتحرك وحتى البترول اللي يخليه يعني البنزين اللي يخليه بسياراته الوقودي اللي يخليه بسياراته ويستورده من الخارج رغم انه بلد النفطي لان يدفعون النفط الى ايران لكي تأخذ حصتها وتأخذ فلوس وتأخذ عليها لانه عندها معامل التكريئ ويعودون به الى العراق لكي يباع بالعراق بسعر وهذه مصيبة كبيرة عموما ومثل طبعا قضية الغاز الغاز يحرق الغاز واحنا نستورد الغاز حتى نشغل محطات الكهرباء الغازية والذين يعني جاءوا بالمحطات الغازية كانوا يعرفون من البداية ان العراق ما فيه غاز فجاءوا بها وهم يعرفون ان الغاز سيستوردونه من ايران لصالح ايران فبالتالي كل مستوردات العراق فيه لبسه واكله ودواءه كله من الخارج وبالتالي كل هذه استورد بالعملة الصعبة بالدولار والدولار خاضع لهؤلاء البنك المركزي قال انه هذا الموضوع اني رح اعالجه والبنك المركزي حمله مسئولية وتحرك البنك المركزي فتح نوافذ لتوزيع الدولار وبيع الدولار بالمطار معرف وين مدري ايش وقف مصارف الحقيقة انه كثير من المصارف كل المصارف الاهلية التي تأخذ من ما يسموها هو مزاد العملة تأخذ هذه المصارف وهذه المصارف واجهات يمتلكوها تجار هم تابعين لأحزاب السلطة هم من يتحكمون بالتجارة من يستوردون فبالتالي هذه الاموال عندما تأخذ من هذه المصارف تذهب بأيدي التجار هم اللي مالكين هذه المصارف وتذهب وتهرب الى القارج وقوائم كثيرة لذلك هذا الدولار يهرب العملة الصعبة تهرب من العراق ويستمر تهريبها لانه يعني كل المصارف هذه او التجارة عموما في العراق ملحقة بالمصارف والمصارف هذه واجهات لتجار واحزاب تمتلكها فبالتالي تهريب الدولار تهريب كل شيء ويفرضون على السوق العراقي ويفرضون على الشارع العراقي المبلغ الذي يريدونه ولذلك هذه كل المحاولات فتحناه في ذهنا وفتحناه في ذهناك وعشانه في ذهناه وعشانه في ذهناه لا تعني شيئا ولا تفيد شيئا لأن العراق ليس فيه سياسة اقتصادية العراق حتى يقضي على هذه القضية يجب أن يتحرك اقتصاديا على الساحة يجب أن تكون لديه صناعة ويجب أن تكون لديه زراعة ويجب أن يكون لديه رقابة على استيراداته ويجب أن يشجع صناعة المحلية زراعيا وصناعيا وتجاريا كل هذا يقضي على بطالته هذه كلها مرتبطة بوضع اقتصادي بسياسة اقتصادية مفقودة وسياسة اقتصادية بهذه الفوضى من يتحكم بها هي واجهات ميليشياوية وحزبية حاكمة للعراق هي من تتحكم وبالتالي هي من تتحكم بسعر الدولار وبالتالي نحن ذاهبون إلى مرحلة خطرة كل المختصين بالاقتصاد يقولون العراق ذاهب إلى مرحلة ركود خطيرة جدا جدا وكبيرة وهذه مرحلة الركود سيدفع الشعب ثمنها لأنه الشعب ما يستطيع يشتري قابليت على الشراء قدرت الشرائية منخفضة تماما غير قادر على الشراء غير قادر على شراء الحاجات التي تعينه على حياته هذا الوضع الحقيقي هذه جزء من هذه اللعبة ارتباطك بإيران ارتباطك بالتهريب والميليشيات يمن تتحكم وعدم موجود سياسة عامة وعدم موجود سياسة اقتصادية هذه النتيجة نحن نتحدث بعد عشرين سنة هؤلاء الذين جاءوا يعني صدعوا رؤوس العراقيين منذ 2003 لحد الآن بالحديث عن الازدهار والاقتصاد والسياسة والديمقراطية والحرية وبالتالي العراق دولة فاشلة ماكو دولة شيء فاشل مؤسسة فاشلة كاملة سوى مؤسسة الفساد هي الهلية التي تعمل والكل يعملون فيها ويوميا بدلين رئاسة وزراء وجايبيننا واحد يطبلوله وكذبة كبيرة وبالتالي وراء ما يروح يطلعون يعني الحبال جاهزة لكي يعني ينشروا عليها الغسيل الوسخ كله والشعب يعرف هذه القضية للتالي هذه المحاولات للتضليل والتمويه هو أنه راح نسيطر الذي يستطيع أن يسيطر على السوق يستطيع أن يسيطر على سعر الدينار وسعر الدولار ويتحكم بهذه القضية هو من لديه سياسة اقتصادية واضحة لديه ثبات سياسي عام لديه تنمية لديه بناء لديه ازدهار هذه كل ما موجوده في العراق وبالتالي نحن في مصيبة الشعب العراقي في مصيبة والركود الكبير قادم وكل أصحاب الفهم الاقتصادي كل المختصين بالاقتصاد يتحدثون عن هذا يقولون العراق دخل مرحلة الركود وهذه مرحلة قطرة جدا جدا لأنها ستنهك الشعب ستنهكه بسرعة والشعب سيدفع الثمن وعند ذلك ستكون ردة الفعل بشكل آخر وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى ترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة